موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس نستهلها بالعناوين تحركات سياسية عمانية من اجل اعادة طرفي المشاورات اليمنية الى طاولة المفاوضات الميليشيا تواصل قصف احياء تعيز ولجنة حكومية ترصد اكثر من خمسة الاف وثمانمائة خرق منذ بدء التهدئة وعورة الطريق في ريمبا تجبر المواطنين على اللجوء لوسائل النقل التقليدية ومناشدات باصلاحها اهلا بكم اعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلة عن اكتشافها لمخازن اسلحة جديدة وسيارات مفخخة قامت القاعدة باعدادها قبل انسحابها من مدينة المكلة نهاية ابرل الماضي وذكر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني في تصريح لقناة بلقيس ان الاجهزة الامنية والاستخباراتية نجحت في احباط هجوم بسيارتين مفخختين من وقت الاخر يتم الكشف عن سيارات مفخخة ويتم تابعها وكثير من العمليات التي كانوا ينون القيام بها بسيارات مفخخة تم اجهاضها نتيجة لهذه الخطة ونتيجة لهذه اليقظة الامنية واليقظة الاستخباراتية التي ترتفع يوم عن يوم وعلى سبيل المثال ليس للحصر البارح تم رسل سيارتين مفخخة في منطقة معينة في ضواحي مدينة المكلة وتم رفع الجهازية وتم الاستعداد لمواجهتها وحبطت عن القيام بأي عمل نتيجة لليقظة ونتيجة للمتابعة ونتيجة عن المعلومات الدقيقة التي نحصل عليها وفي السياق ذاتي تحدث قائد المنطقة العسكرية الثانية عن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للتحقيق في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة المكلة وأشر اللواء البحسن في تصريح لقناة بلقيس أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية في المدينة شكلنا لجنة تحقيق ولجنة مختصة في بحث جنائي في تقنيات أيضا استخدمت لمعرفة حيثيات هذا الحوادث وجرت تقييم للنتائج هذا العمل وبناء على هذه الدراسة تم شروع في عمل على الأرض تم عمل تحصينات للنقاط تحصينات إضافية تحصينات بوسائل دفاع عن هذه النقاط وتم أيضا تغيير مسارات في بعض المؤسسات الحيوية الهامة مسارات الشوارع ومسارات الطرقات فمن ضمن هذه الأعمال نحن نعتبرها أعمال مهمة جدا وواكبة هذا العمل وأيضا تم العمل على استجلاب أجهزة حديثة لتكشف عن الأجهزة على السيارات المفخة لتكشف على المتفجرات إلى ذلك قتل شخصان على الأقل يشتبه انتماؤهما لتنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارتهما في صحراء محافظة مأرب شمال شرقي البلاد وقالت مصادر محلية أن طائرة يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة تقل مسلحين من أبناء قبيلة المهاشمة في منطقة العبر بين محافظتي مأرب وحضرموت ما أدى لمقتلهما على الفور قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها فرضت عقوبات على فروع تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن والسعودية وليبيا ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة صنفت فروع التنظيم في الدول العربية الثلاث باعتبارها منظمات وجماعات إرهابية دولية وأوضحت الخارجية أن التصنيف يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي سياسيا أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أن هناك جهود حثيثة تبدلها السلطنة بتوجيهات من السلطان قاووس بن سعيد لعادة الأطراف اليمنية إلى مفاوضات السلام في الكويت ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن علوي قوله إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات ينبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بطرفي المشاورات معتبرا أن الاختلاف بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح وإعادة مسار بناء اليمن من جديد محاولة تجميع خيوط اللعبة وسط كومة قش إقليمي ودولي لم يبرع به أحد سوى صديق جماعة الحوث الإنقلابية العماني الذي يبرز بين فترة وأخرى متأبطا ملف الوساطات في المنطقة شاهرا الحلول ومشيرا لكل مخرج من مخارج الطوارئ لحلفاء الصراع في اليمن صالح وأتباعه لا يهم أن يجري القول أن مسقط تخلت عما يعرف عنها من حياد الأهم هو الإسهام في أي وساطة من شأنها كل مرة إنقاذ رموز الإنقلاب من حبل يطوق أعناقهم لا ملامح للسياسة العمانية إذن أبعد من هذه التي تنتهجها منذ زمن في المنطقة الحياد أو الوساطة معهود ذلك لمسقط وتأكيدا عليه مجددا يعود الدور العماني إلى الواجهة بشأن الأزمة اليمنية ومراوحة موقعها منذ شهور في مشاورات الكويت وهذه المرة من تصريح وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي قال إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات تنبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بكلا الطرفين قصد الرجل جماعة الإنقلاب والسلطة الشرعية كما اعتبر بن علوي أن الاختلاف بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح لكن كيف؟ لا أحد يدرك مغزى هذا الدور إلا مسقط وحدها ربما إذ يعد مثل هذا الحديث الآن كلاما خارج السياق الواضح في ظل تجمد المشاورات وإخفاق كافة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الكويت والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ في إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المشاورات المباشرة وتعثرت الجلسات المباشرة منذ ثلاثة أيام بين وفدي الحكومة الشرعية والجماعة الإنقلابية بحسب المبعوث الأممي ثلاثة أيام اكتفى المبعوث الأممي بعقد جلسات منفصلة مع طرفي الصراع بهدف تقريب وجهات النظر لكن الوفد الحكومي رهن عودته بتسليم وثيقة مكتوبة تقر بالتزام الطرف الآخر بمرجعيات للحوار ميدانيا وصلت ميليشيا الحثي والمخلوع قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني في تعز وأضفت مصادر محلية لقناة بلقيس أن الميليشيا قصفت حارة السعيد وشارع الثلاثين ومنطقة عقاقة ومقر اللواء 35 مدرع مراسلنا حمزة أمين يوضح لنا مناطق التمركز الميليشيا في تبتي سوفتيل والمكلكل في المدينة نحن الآن في منطقة الإخوة أو ما يسمى بتبة الإخوة هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية والجيش الوطني كونها تطلع على العديد من الأحياء السكنية وتلاحظون هناك بالخلف منطقة أو تبة سوفتيل هذه التبة التي لازالت من ميليشيات الحوثي وصالحة الإنقلابية تتمركز فيها وتقوم منها بقنص المواطنين وقصف الحياء السكنية وحسب ما تشير المعلومات أنه يتواجد فيها دبابة تقوم بشكل يومي ومستمر في خروقات واضحة للهدنة والاتفاقات التي جرت بين جميع أطراف لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار من أجل أسرعيان الهدنة أيضا على الجانب الآخر تلاحظون منطقة المكلكل والقصر الجمهوري أيضا هي ثكنات عسكرية تستخدمها الميليشيات لقصف المارة وقصف الحياء السكنية وتلاحظون على الجانب الآخر أيضا تبت السلال أو حي السلال هذه الحياء التي تستخدمها الميليشيات أيضا لقصف الحياء السكنية بشكل يومي ومستمر وممنهج الميليشيات الإنقلابية لا زالت حتى هذه اللحظات تقوم بحصار المدينة في خرق واضح لاتفاق الذي جرى بين أعضاء لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار يعتبر هذا المنفذ أو الجهة الشرقية هي الجهة الأساسية لدخول المواد الأساسية التي كانت تأتي من جميع المحافظات للمدينة الميليشيات الإنقلابية تقوم بمنع المارة وأيضا منع المركبات دخول هذه المدينة من هذه الطريق وتقوم بتلغيم المنطقة تحسبا لأي هجوم أو لأي هجمات قد تقوم بها المقاومة الشعبية في هذه المنطقة معاناة الناس في هذه المدينة تزيد ويستمر بتزايد الحصار المفروض على المدينة الذي يمنع حتى دخول المواد الأساسية للعيش في ظل انعدامها في الأسواق وأيضا مع المساعي الحتيثة التي تبدلها لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار بالتواصل مع اللجنة الإشرافية في الكويت من أجل تنفيذ الاتفاق الموقع عليه لسريان الهدنة وتثبيت ووقف إطلاق النار حمزة أمين قناة بلقيس تعيز أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة والمكلفة برصد انتهاكات وخروقات ميليشيا الحوثي للتهدئة تسجيلها أكثر من 5860 خرقا في مختلف مناطق البلاد منذ بدء الهدنة في العاشر من إبريل الماضي وأفاد التقرير الذي سلمته اللجنة العسكرية للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بوقوع 5865 خرقا متنوعا قتل جراؤها 157 شخصا وأصيب 729 آخرون وسجل التقرير قيام الحوثيين وقوات صالح بتدمير 12 منزلا وتهجير 15 شخصا من منازلهم خلال مدة الهدنة وفي سياق متصل صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة محاولة تسلل لميليشيا الحوثي والمخلوع خلف السجن المركزي في الضباب غرب المدينة وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة دارت جوار السجن وحدائق الصالح وخطة 30 ومحيط اللواء 35 مدرع تمتلك تعز من الحياة ما يكفيها لمقاومة الموت ومن الرجال ما تواجه به أقوى الأسلحة وأقسى أنواع الخذلان حتى الحصار ينتهي عند حدود هذه المدينة وإن كان مبتدئا فيها هي الوحيدة المالكة لكل تلك التناقضات وإن كانت وحيدة مع أبنائها في مواجهة من يملكون مقدرات دولة منهوبة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشرت محاولة تسلل لعناصر ميليشي الحثي المخلوع إلى خلف مبنى المنشآت النفطية المقابلة للسجن المركزي بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز دارت خلالها معارك عنيفة بين الطرفين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدوا أيضا لهجوم شنته ميليشي الحثي المخلوع على مواقع في الخطوط الأمامية للضباب حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عند محاولة الميليشيا التوغل تجاه منطقة ميلات أحد أهم المواقع المتمركز فيها الجيش والمقاومة سبقه قصف بالمدفعية وقذائف الهون كما قصفت الميليشيا عزلة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب غربي تعز بصواريخ الكاتيوشا تستمر المواجهات بشكل يومي بين المقاومة والميليشيا في محاولة من هذه الأخيرة للسيطرة على تعز ومن ثم ضمان استمرار حكمها بالقوة وربما العودة منها لباقي مناطق الجنوب وفي تعز أيضا اختتمت مؤسسة الريادة الخيرية للتنمية برنامج الدعم النفسي لجرح المقاومة تحت عنوان نقطة انطلاقة ويأتي البرنامج ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرعاية الجرح والتخفيف من معاناتهم متكئون أو على كراس متحركة يجلسون أو على العكازات هم يستندون فالجلوس بشكل طبيعي بالنسبة لهم بات صعبا بسبب ما خلفته حرب الميليشيا من جراح على أجسادهم في هذه القاعة التي تختتم فيها المؤسسة الرائدة للتنمية برنامج الدعم النفسي لجرح المقاومة في تعز يحاول القائمون عليها معالجة نوع آخر من آثار الحرب الأثر النفسي اليوم نختتم المرحلة الثانية بتخريق 21 قريح من قرحة الحرب في تعز هذه الشريحة الأكثر عرضة للضغوطات النفسية مشاهد الحرب لم تبقى حاضرة في ذاكرتهم وعيونهم فقط بل أنها ما زالت تتكرر ويعايشونها يوميا مما يجعلهم بحاجة لمثل هذه التدخلات الطارئة للتخفيف من آثارها والحيلولة دون تحقق غاية الميليشيا بإضعافهم بل جعلهم أكثر صلابة دورة هذه خلقت عندنا دعم نفسي خلقت عندنا إصرار وعزيمة على تحدي كل إعاقة تكاليف الحرب باهظة ومرهقة خصوصا لأولئك الذين كان نصيبهم منها الإعاقة فحتى وإن توقفت الحرب فجراحهم ستحيي ذكراها كلما تناسوها سقط قتل وجرح من ميليشيا الحطي والمخلوع في هجمات للمقاومة على تجمعاتهم في محافظتي حجة والحديدة وقالت مصادر ميدانية أن المقاومة هاجمت عناصر الميليشيا بقنبلة يدوية في وادي خدلان بمديرية مستبى إلى ذلك أطلق أفراد من المقاومة النار على أحد عناصر الميليشيا في إشارع المطار بالحديدة وفي السياق ذاته هاجمت المقاومة نقطة للميليشيا في منطقة الربوع بمديرية عبس وأخرى في منطقة الأمان بمديرية نجرة في محافظة حجة ما أسفر عن سقوط قتل وجرح نفذ عمال النظافة في أبيان وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من عام وطالب المحتجون السلطة المحلية في المحافظة الاستجابة لهم معلنين إضرابهم عن العمل حتى يتم صرف مستحقاتهم عيانا ما تقوع لا حتى الآن محافظة علينا لا مدير نظافة ولا ممور ولا محافظ نظروف كانت تفجأ طرح حلاقة المحافظ مع وغات وتمت معالجتها كامل لكن للأسف تم تأخير الصرف وهذا ما تسبب غروج العمال يوم والسوق ورمي كل المخلفات في الأسوار وفي أبيان أيضا تعرضت أغلب المقاري الحكومية والمرافق الأمنية للدمار جراء الحرب التي شنتها الميليشيا على المحافظة وجراء المواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة التقرير التالي والتفاصيل في كل مكان في محافظة أبيان تبرز أمامك هذه المناظر التي بغيت شاهدة على أثر الدمار والخراب الذي عاشته المحافظة مبنى الأمن السياسي الواقع شمال المحافظة واحدا من أكثر الأماكن استهدافا خلال فترة الحرب وفي الشرق من المحافظة يوجد هناك مقر اللواء 115 الذي دارت فيه أعنف المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا الإنقلاب أثناء محاولتها بسط سيطرتها على كل مدن البلاد وأثناء سيطرة المسلحين على المحافظة كان هذا المكان مقرا دائما لهم وتعرض للكثير من الغارات القوية التي تسببت في دماره بشكل كلي لم تكن المنشآت الحكومية والعسكرية وحدها من تعرضت للدمار خلال فترة الحرب فحتى المباني الخاصة كان لها نصيبها في هذه الحرب الصورة شاهدة على مدى الخراب الذي شهدته المحافظة خلال حربها الأخيرة مع ميليشيا الحوثي والأخرى مع إنصار الشريعة بطفي إبراهيم بناد بلقيس أبيان لا تزال حقل الألغام التي زرعتها الميليشيا في عدد من المحافظات أداة لقتل المدنيين وكان فريق نزع الألغام في اللواء 22 بمدينة تعز أعلن نزع أكثر من طنين من مئات الألغام والعبوات المتفجرة الموزعة في المداخل التي كانت تسيطر عليها الميليشيا نتابع هذا التقرير التفجير وزراعة الألغام هي إذن ثنائية الموت التي انتهجتها الميليشيا منذ بدء حربها على الأرض اليمنية ففي طريق ترسيقها تقافت التفجير المجاني لحياة كان تفخيخ الأرض هو المشهد الأكثر رعباً محافظة مأرب تحولت إلى حقول واسعة من الألغام التي أصبحت تحصد أرواح المارينة بشكل دائم لتكون الحصيل الأخيرة مقتل فتاتين وجرح ثلاثة أخريات وفي تعز تتوزع المناطق المزروعة بالألغام في مدخل مديريات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا ويؤكد فريق نزع الألغام أنه تم نزع ما لا يقل عن طنين من مئات الألغام والعبوات المزروعة أما ميدي فقد أصبحت هي الأخرى أرضاً خصبة لزراعة هذا النوع من المتفجرات المعادية للوجود قبل أن تتحول بعد ذلك إلى مساحة موت مفاجئ إذن لا تزال زراعة الألغام أداة قتل فعالة تستخدمها الميليشيا بعد أن تجد نفسها خارج معادلة السيطرة العسكرية ولا يزال هذا الفعل دليلاً آخر على مدى استباحة هذه الجماعة لأرواح الأبرياء النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل في عدن تكريم طالبات المدارس الفائزات في كرة التنس والشطرنج تحركات سياسية عمانية من أجل أعادة طرفي المشاورات اليمنية إلى طاولة المفاوضات الميليشيا تواصل قصف أحياء تعيز ولجنة الحكومية ترصد أكثر من خمسة آلاف وثمانمائة خرق منذ بدء التهدئة وعورة الطريق في ريمة تجبر المواطنين على اللجوء لوسائل النقل التقليدية ومناشدات بإصلاحها أهلا بكم من جديد يعاني المواطنون في محافظة ريمة من صعوبة التنقل بسبب وعورة الطرق في ظل غياب الاهتمام الرسمي ونعدام الصيانة وناشد المواطنون في عزلة الجباهي السلطة المحلية بإعادة إصلاح الطريق والتخفيف من معاناتهم تقير مرسلنا عن الجراد والتفاصيل لم يكتمل حلم أبناء ريمة في الحصول على شبكة طرق حديثة فالمتوفر منذ إعلانها محافظة لا يزيد عن ما نسبته خمسة بالمئة تشير الصورة إلى أنك في معظمه أبعد ما يكون من خدمات صيانة الطرق وإصلاحها ما جعلك عرضة للتشقق جراء الانهيارات السخرية والسيول غير أن المنسوب الأعلى من حلم الطريق يبقى محفوفا بالمشقة والمخاطر وما أكثر ما يجلب هذا التسلق الوعر والترنح المخيف حوادث ضحاياها كثيرون يعني المواطن من مأساة المرض حتى لو جاء أحد المواطن انتجي عنده مرض أو ولادة أو زوجته أو ما إلى ذلك يعني ينظر أنه يحمل المريض على أكتافه لا تبالغ الصورة هنا في بقاء سكان هذه المناطق رهن الاعتماد على وسائل نقل قديمة فالشريان المتغلق مع وجوده لا يعفي من أصولهم وحاجاتهم إلى منازلكم المعلقة في الشواهق والأعين وضعنا من حيث الطريق وضع صعب جدا نحمل كل ما نحتاجه على أكتافنا وعلى البغلال والحمير والدواب والجمال وما إلى ذلك الذي كان متعرف عليه في القرون القديمة بغياب واحدة من أهم الخدمات التي تربط المواطن بحضور الدولة يفسح المواطنون هنا عن سأمهم من المطالبات والتضارات البعود التي كثيرا ما تبخرت وبقيت يوميات التعب والقذلا نفذت في عدن حملة توعية ونضافة لمجرى قلوات مياه المملاح في مديرية المنصورة وقال وكيل المحافظة محمد نصر الشاذلي إن الحملة تأتي للحفاظ على ثروة المدينة المتمثلة بالمؤسسة الاقتصادية الذي يعد المملاح أحد المواقع الهامة والرافض الاقتصادي للمحافظة ندشن اليوم حملة الحفاظ على ملكية بعض مواقع المؤسسة الاقتصادية في عدن هذه الحملة التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تحت إشراف السلطة المحلية ممثلة بصندوق النظافة في عدن حقيقة الأمر أشكر هذه القهود المبدولة وهناك أيضا ستكون مصحوبة بحملة توعية لكل المواقع والمرافق والمباني التابعة للمؤسسة ندشن هذه الحملة كرمزية كبيرة في منطقة المملاح التي تعتبر من المناطق الهامة والتي تعكس الحفاظ على البيئة الحفاظ على مدينة عدن التاريخية المملاح رمزية كبيرة نرفض المساس بهذه المنطقة كسلطة محلية كأبناء لمحافظة عدن كرمت أزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن الطالبات الفائزات ببطولة كرة طاولة التنس والشطرنج للعام الدراسي 2015-2016 وحصلت الطالبة ربا عبد الله من مدرسة البيحان على المركز الأول فيما حصلت الطالبة عفراء مازل من مدرسة سبا الأهلية على المركز الثاني وفي بطولة الشطرنج حصلت الطالبة سماح آدم من ثانوية عدن النموذجية المركز الأول فيما حصلت الطالبة هبا المنصوري من ثانوية با كثير على المركز الثاني نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين تحركات سياسية عمانية من أجل إعادة طرفي المشاورات اليمنية إلى طاولة المفاوضات الميليشيا تواصل قصف أحياء تعزو لجنة الحكومية ترصد أكثر من 5800 خرق منذ بدء التهدئة عورة الطريق في ريمة تجبر المواطنين على اللجوء لوسائل النقل التقليدية ومناشدات بإصلاحها نهاية النشر قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة